اشتركوا في القناة مصر من مليون مسيحي في مصر مليون ومية وستين ألف أصبحوا مسلمين أو تأسلموا أو تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن طبعاً لذلك هي المرة واحدة عن ايتيوب ما تشهرهاش وإحنا تيهين وإحنا مش عارفين حتى مش عارفين حتى الرد عليها أعمل مع الكميسة وشوفوا لديك طبعاً بنا هيخذ وقت مصر من مسيحين مش عارفين ولذلك يقوموا سمين اللي لزعاني أن بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الإيمان المسيحي الضعيف للناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء حياكم الله جميعاً وبرك الله فيكم فضلاً وليس أمراً الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد جزاكم الله خيراً في الفيديو ده هنتكلم عن الإدعاءات اللي بتقول إن المسيحية انتشرت في مصر بالمحبة والورود وكمان هنرد على الفكرة اللي بتقول إن مصر دي أصلاً كانت مسيحية وسيتم سرد الحقائق التاريخية والأدلة اللي ممكن توضح لنا الصورة الحقيقة ونشوف هل المسيحية فعلاً انتشرت بالمحبة والإقتناع ولا كان فيها عوامل تانية لعبة دور في الانتشار ده هنستعرض جزء من التاريخ ونلقي نظرة على الأحداث الرئيسية لشكلة الوضع الديني في مصر عبر العصور ونشوف إيه الدور اللي لعبته السلطات الحاكمة وكيف تأثرت الجماعات الدينية المختلفة بالتحولات دي يعتقد البعض أن الدين المسيحي قد انتشر في مصر عن طريق التبشير مع دخول ماري مرقص مصر وأن تحاول المصريين من عبادة آلهاتهم إلى الدخول في الدين الجديد إنما تم اقتناعاً بذلك الدين والحقيقة هي أبعد ما يكون عن تصورهم فالأدلة التاريخية تؤكد أن المسيحية انتشرت في مصر بالقوة المسلحة بعد إعلان قسطنطين عن مسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية حيث قام بإغلاق المعابد المصرية وحكم على كل غير مسيحي بالقتل ويؤكد على هذه الحقيقة التاريخية القمص تدرس يعقوب مالتي في كتاب قاموس آباء الكنيسة وقدسيها مع بعض شخصيات كنسية فيقول عرف القديس بوكتر وزملائه من رجال ونساء وعزارة منهم داكيوس وإيريني بغيرتهم المتقدة في بناء الكنائس في عهد الإمبراطور كسطنطين وابنه من بعده فكانوا يهدمون المعابد الوسانية ويقيمون الكنائس في سنة 395 ميلادية الإمبراطور سيودو سيويس أصدر أمر بإلغاء الديانة المصرية الوسانية وقرر أنه ما ينفعش يمارس في مصر غير الدين المسيحي على أساس كده اتقفلت كل الهياكل والمعابد المصرية وبكده الدين المسيحي انتشر فيه كل مكان في البلاد وبقى النصارى يحتفلوا ويعملوا تقصهم بشكل علني ويقول القص من السيحنة في كتاب تاريخ الكنيسة القبطية ورسم سيودو سيويس في سنة 395 ميلادية بمحو الديانة المصرية الوسانية وأن لا يباح في بلاد مصر إلا التمثب بالدين المسيحي فأغليقت الهياكل والمعابد المصرية ومن ثم عم الدين المسيحي كل القطر واحتفل النصارى بأداء تقوصه علنا ويوافق على ذلك الكاتب القبطي أنتون زكي حيث يقول في كتاب مفتاح اللغة المصرية القديمة وفي سنة 389 ميلادية حرم الإمبراطور سيودوس الديانة الوسانية على المصريين فأغليقت الهياكل تنفيذاً لأمره وأصبحت الديانة المسيحية ديانة الحكومة الرسمية وبذلك انتهى دور الوسانية في مصر وبطلت نهائياً الكتابة بالهيريغليفية والديموديقية ويتفط معهم المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون حيث يقول في كتاب حضارة العرب ولم يغير المصريون دينهم سوى مرة واحدة قبل العرب وذلك حين خرب قياسرة الكوستنطينية بلاد مصر بتحتهمهم جميع أصارها أو تشويها وجعل القتل عقوبة من يخالف حظر عبادة آلهاتها الأقدمين وهكذا عانى المصريون ديناً جديداً فرد عليهم بالقوة أكثر من اعتناقهم له وما كان من تهافة المصريين على نبز النصرانية ودخولهم في الإسلام يزبط درجة ضعف تأثير النصرانية فيهم ولم يكتفي المسيحيون بتدمير الحضارة المصرية ومحو دياناتها ولغتها وإكراه المصريين على الدخول بالمسيحية فأحرقوا مقرات الفلاسفة ومكتبة الأسكندرية وقام القديس كيرولوس عمود الدين بقتل الفيلسوفة هباتيا السكندرية وبرغم أن المصريين أقريهوا على الدخول في المسيحية اللي أنه كما يقول الدكتور جاك تاجر اتفق على أن المسيحية ظلت غريبة على أهل مصر الأصليين حيث يقول المؤلف في كتابه أقبات ومسلمون ظل الشعب القبطي بعد انتشار المسيحية على يد الرومان والبيزنطيين يعبد بحرارة آلهته الفرعونية ويكرم آثار ماضية التليد وكان يرفض أن يقدم أي قربان للآلهة اليونانية والرومانية كما أنه لم يقبل المسيحية إلا بتحفز شديد ترك مسيحي مصري ديانة أجدادهم مكرهين لأن ديانة الفرعنة ومعابد الفرعنة وآلهة الفرعنة كانت تذكرهم بمجد مصر في مختلف عهودها ويقول سير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية والحق أن كثيرا من مسيحي مصر تركوا النصرانية بمثل هذه السهولة وتلك السرعة التي التنق بها النصرانية تم استهل القرن الرابع الميلادي وقبل هذا العصر كانت جماعة صغيرة جدا من سكان وادينييل كانت تدين بالمسيحية ومن المرجح أن تأثير المسيحية في السواد الأعظم من أهل مصر كان قليلا في القرن السابع وذكر القمس كيرولوس انتوان في كتاب بعصر المجامع أن الإمبراطور أصدر منشورا عام 381 ميلاديا لجعل الديانة المسيحية هي الرسمية للمملكة ثم هدمت المعابد الوسانية ففي روما وحدها هدم أكثر من ربعمية معبد كما صرح البابا الأسكندري الأنبسة وفيلس بتحويل كافة معابد الأوسان في مصر إلى كناس يعترف الأب مات المسكين في كتاب الكنيسة والدولة الطائفية والتعصب أن المسيحية انتشرت بالسيف حيث يقول ولكن للأسف فقد عصرت الكنيسة عبر التاريخ في نفس هذه العصر عينها فكان لما يضيق بها الأمر تلتجئ إلى الملوك ليقوى سلطانها ولكن بقدر ما كانت الكنيسة تستمد القوة من الملوك بقدر ما كانت تفقد قوتها الروحية التي لا تقوم إلا في الضعف الظاهري فكثيرا معجزت أن تضبط الإيمان بالإقناع والمحبة وهرعت إلى الأباطرة ليستصدروا منشورا ملكيا بالإيمان وكثيرا ما تزللت تحت أقدام الملوك لما يقوى منوئها فتملقت الولاة ليعزلوا منوئها بقدر ما كانت تتخلص من أعدائها بقوة السيف أما بداية عصرات الكنيسة فكان أيام احتمائها في قسطنطين الملك في القرن الرابع ليتولى حماية الإيمان بالسيف كحكم إسرائيل الأول بدل المحبة والصلاة وعهد المسيح وجاء بعده سيودوس ليأمر بهدم معابد الوسانيين بقوة العسكر كان المسيحيون يسرقون معابد الوسانيين ويحولونها عنوى لكنائس ففي كتاب قاموس القدسين للقم مستدرس يعقوب ملتي يتحدث عن الملك قسطنطين فيقول مع أنه لم ينل العماد إلا في السنة الأخيرة من حياته على يد الأسقف الأريوسي يوسابيس النقدومي إلا أنه يتحدث عن نفسه كمسيح غيور جعل المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية وأمر بحفظ يوم الأحد وصادر المعابد الوسانية وحول الكثير منها إلى كناس وعفى رجال الدين المسيحي من الضرائب كما تدخل للأسف في المشاكل الكنسية وهو الذي دعا إلى عقد أول مجمع مسكوني في العالم في نقيه عام 325 ميلادية يقول المؤلف روبرت كالتسيلر في كتاب الروح القدس في محكمة التاريخ وأولا وقبل كل شيء تعصب العقائدي الشيء غير مبارك حيث ينادي بأن عقائد الكنيسة إجبارية وملزمة لكل إنسان وأن قبولها هو الذي يجلب البركة ومن هنا كانت تعميد بالإكرار وتعقب المورقين من تعليم الكنيسة ومحاكم التفتيش والإكرار الديني بشكله البربري من منطلق الحب لأخيك الإنسان ليس فقط من الأشياء التي تدجع الكنيسة بل هي من الوجبات الحتمية على المؤمنين بها وفي كتاب بابوات مصر يؤكد الكاتب أن معبد السيرابيون في الإسكندرية كان مقدسا عند الوسانيين فصدره المسيحيون وحاولوه لكنيسة بالإكرار وتعمدوا إهانة مقدسات الوسانيين أمامهم أثناء تحويل هذا المعبد المقدس لديهم لكنيسة بأمر من البابا سوفيلس وقد لعب الرهبان المصريين دورا أساسيا في الحرب على الوسانية وتحويل معابد لكنيس يقول المؤلف عزيز سوريا العطية في كتاب تاريخ المسيحية الشرقية عندما صارت للمسيحيين الغلبة في مدينة الأسكندرية على بقايا الوسانيين هاجم المسيحيون على كل ما هو من بقايا الوسانية ودمروه تماما ومن ذلك بطبيعة الحال ما كان قد تبقى من مكتبة البطالمة الوسانية وخلاصة كل هذا أن حكاية إقدام عمر بن العاص على إحراك الكتب في أفران الحمامات بالأسكندرية مجرد تلفيق كاذب لا أساس له من الصحة تاريخيا وكان للكنيسة المسيحية تأثير ضاغط مشابه على العلم والتعليم فقد أحرقت الكنيسة كميات هائلة من الكتب ففي عام 391 ميلاديا أحرق المسيحيون واحدة من أعظم مكتبات العالم في الأسكندرية التي قيل بأنها احتوت على 700 ألف مدرج مخطوط وفعلا الكنيسة المسيحية ما كانتش بتأثر على الدين بس ده كمان كان لها تأثير كبير على العلم والتعليم يعني في سنة 391 ميلادية المسيحيين أحرقوا واحدة من أكبر مكتبات العالم اللي كانت في الأسكندرية واللي كانت محتوية على حوالي 700 ألف مخطوط ده كان حدث جامد جدا لأنه دمر كمية معرفة كبيرة كان ممكن تفيد البشرية لحد دلوقتي في النهاية وبعد ما شفنا وفهمنا من الأدلة التاريخية بانت الصورة واضحة قدامنا إن المسيحية انتشرت في مصر بالإكبار والإكراه ومش بالحب والتسامح زي ما بيت قال كمان الواضح إن هدم معابد الوسانيين وغيرها من الأفعال الكسرية كان ليها دور كبير في الطريقة اللي انتشرت بها المسيحية وعلى النقيد الإسلام ما انتشرش بالسيف زي ما بعض المنصرين بيحاول يروجه الحقيقة هي إن الإسلام انتشر بالحكمة والموازل حسنة والأخلاق اللي كان بيعرضها للناس ده بيخلينا نفكر تاني ونرجع الصور النمطية والفكر المغلوط اللي ممكن يكون انتشر عن تاريخ بتاعنا وياريتنا ياخد درس من التاريخ ده علشان نفهم إزاي الحقائق ممكن تكون مغيرة للصورة اللي بيتم تسويقها ونعرف نقدر الثقافات في سياقها الصحيح بدون أي تحيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته